لدينا ما زال هاشتاغ مع الملك من أكثر الهاشتاغات انتشارا في الأردن خصوصا بعد ما نظمت فعاليات شعبية في مختلف محافظات المملكة وقفات احتجاجية رفضا لصفقة القرن وتأييدا ودعما لموقف جلالة الملك من القضية الفلسطينية وأيضا ثمن المشاركون في الوقفات الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في رفض الصفقة أو ما يسمى بصفقة القرن والوطن البديل لما تمثله من تهديد على أمن الأردن وتهديد أيضا للمقدسات الإسلامية وتصفية لحقوق الشعب الفلسطيني إذن كان هاشتاغ مع الملك الأكثر تداولا خلال الفترة أو الأيام الماضية أيضا فيما يتعلق في الهاشتاغ الثاني ما زال اتصال سمو الأمير الحسين بن عبدالله ببرنامج البث المباشر عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صباح يوم الخميس الماضي من الأحداث التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي حيث هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك الثامن والخمسين وأكد سموه خلال الاتصال أن الجميع يقفون في صف جلالة الملك لمواقفه المشرفة والثابتة وقال لأسموه أن جلالة الملك علمنا أن مخافة الله وحب الوطن هو أساس لكل نجاح وأن جلالته على مدى أكثر من عشرين عام كان أبا للجميع وقائدا نستمد منه القوى والإصرار وأعلن سموه بهذه المناسبة عن خمسين منحة دراسية في جامعة الحسين التقنية متخصصة بالجانب المهني لتمكين الشباب وتأهيل الشباب لسوق العمل تماشيا مع الحرص الملكي الدائم على دعم الشباب وجميعنا يعلم الاهتمام الكبير من جلالة الملك وأيضا من سموه ولي العهد بالشباب وضرورة إعطاءهم الفرصة وتمكينهم خبرنا الثالث والترند الثالث الذي معنا اليوم والأخير يتعلق بالقضية الرياضية وتحديدا بطولة كرة السلة ودور كرة السلة الأردني حيث نجح الوحدات في أن يكتب اسمه في سجلات الفخر والنجاح فيما يتعلق بكرة السلة حيث أيضا خبر تتويج فريق الوحدات بطلة للدور الأردن الممتاز لكرة السلة بعدما فاز على نظيره الأرثدوكسي بنتيجة 64 نقطة مقابل 68 في اللقاء المثير الذي جمعهم مساء الأربعاء الماضي في المواجهة السادسة بينهم لينال أول لقب في تاريخه ونجح الوحدات في أن يكتب اسمه في سجلات أبطال كرة السلة في الأردن لأول مرة بعدما تمكن من هزيمة فريق الأرثدوكسي وحسم اللقب لمصلحته قاطعا الطريق على نظيره من خوض موقع فاصلة كانت مقررة يوم الجمعة في جولة سابعة وفاصلة وأخيرة وسجل الفوز الرابع على الأرثدوكسي في مفاز الأخير في مبارتين فقط حيث تنص تعليمات البطولة على أن يلعب طرفاء المباراة النهائية سبع مباريات في سلسلة الدور النهائي بحيث يفوز باللقب الفريق الذي يسبق الآخر بالفوز في أربع مباريات هذه أخبار تريند التي كانت موجودة معنا لليوم